إذا أردت أن تتزود من العلم الصحيح النافع فعليك بكتب علماء أهل السنة كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه بن القيم رحمهم الله ومن أحسن تصانيف بن القيم هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد والذي يعتبر أعجوبة من أعاجيب الكتب فإن بن القيم ألفه في السفر من حفظه ومع ذلك فهو دقيق جدا ويشتمل على كمية هائلة من الأحاديث والآثار والذي ساعده على ذلك أنه كان يحفظ مسند الإمام أحمد قال ابن القيم في مقدمة الكتاب هذه كلمات يسيرة لا يستغني عن معرفتها من له أدنى همة إلى معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وهديه اقتضاها الخاطر المكدود مع البضاعة المزجات التي لا تنفتح لها أبواب السدد مع تعليقها في حال السفر إلى الإقامة والكتاب مفقود ومن يفتح باب العلم لمذاكرته معدوم غير موجود ويعتبر الكتاب من أفضل كتب السيرة الذاتية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو فريد من نوعه وقد أولى فيه مؤلفه جانب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته عناية بالغة استهل بن القيم كتابه بمقدمة عن أهمية اتباع السنة ثم سرد ما يتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم كنسبه ومرضعاته وحواضنه وأسمائه مع شرحه لمعانيها وسرد مراحل دعوته والهجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة وذكر هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات كالوضوء والصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وأذكاره وأدعيته ثم تناول بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم كجلوسه ومشيه وكلامه وسكوته وهديه في سنن الفطرة ثم ذكر هديه صلى الله عليه وسلم في جهاده وغزواته مع سرد أحداث الغزوات ثم تناول الطب النبوي سواء ما طبب به النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أو وصفه لغيره مع ذكر الأغذية التي دل على منفعتها واختتم بفصول عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في البيوع والأقضية والأنكحة فكتاب زاد المعاد جامع للسيرة النبوية والآداب والأحكام فنعم الزاده لمن أراد معرفة حياة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به عن علم وبصيره قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم